نصل الآن إلى أول نقطة فاصلة في سلسلة رحلة في عمل التشفير أود الحديث الآن عن التالي لأن شرعت في العمل على سلسلة جديدة ولكن عملنا لن ينتهي هنا فنحن نازلنا على أول الطريق نوعا ما لذلك سأجهز ثلاثة مقاطع فيديو مختلفة عن النقطة الفاصلة يتحدث هذا الفيديو عن دروس متقدبة ولكن أريد أيضا التحدث عن اختبارات وتحديات وما يمكننا فعله من أجل اكتشافات تفاعلية أكثر والمزيد من دروس علم التشفير التي ترتبط بالكمبيوتر لكن دعنا الآن نتحدث عن الدروس المتقدمة وعندما أقول متقدمة لا أعني بالضرورة دروسا أصعب ولكن أعني أنها أكثر تفصيلا دعني يقدم فكرة مفاهيمية عما ستصبح علي هذه السلسلة باعتقادي والسلاسل القادمة أود اعتبار كل السلسلة أنها جذع شجرة حيث أخذتم بدءا من عصور ما قبل التاريخ حتى القرن العشرين مع بعض العناصر المختلفة تتفرع هذه الأفكار عن بعضها عند الوصول للقرنين العشرين والحادي والعشرين فتصبح دقيقة ومتخصصة أكثر وبعيدا هنا على حافة الأوراق توجد أسئلة الأبحاث الحالية التي ربما تتناول مشاكل مرتبطة بتوزيع الأعداد الأولية وتوجد هنا بعض الأعمال المحددة حول الخوارزميات العشوائية أو دالة هاش أي دالة التجزئة وفي الأعلى هنا ربما توجد بروتوكولات مفاتيح معلنة جديدة لأن خوارزمية RSA للتشفير تمثل مجرد البداية فقط أو يوجد أيضا معايير للتشفير مثل DES وAES ويمكن إضافة فرع كامل جديد حول التشفير الكمي لذلك كما ترى توجد العديد من المواضيع المختلفة التي تتفرع من هذه السلسلة ولم أستطع الحديث عن هذه المواضيع بالتفصيل فأعتقد أن هذا الفيديو يقع وها هنا كما ترون فهو يعتبر نقطة وصف يمكن للآن إضافة المزيد من الفروع بمساعدة الجمهور ومن الممكن أيضا نستعان بمن صنع مقاطع الفيديو الأخرى ولملء هذه الشجرة تدريجيا مع الوقت وبشكل أخص بمساعدة الجمهور أنا متحمس للغاية حيال إسهامات الجمهور فيما يتعلق بطرح الأسئلة والبحث عن إجابات فضلا عن إنجاز العمل لتحسين كيفية مشاركة الناس تقم أكاديمية خال في تطوير عمل الأكاديمية لذلك على سبيل المثال بالنسبة إلى أحد هذه الفروع لاحظت طرح عدد من الأسئلة التي تقود إلى فرع مشترك على سبيل المثال تحت عنوان مولدات الأرقام الشبع عشوائية لدي سؤالين أحدهما من سوني والآخر من درايكين كان سؤال درايكين كالتالي لماذا اقترح الفيديو أن الزمن بوحدة بالملل ثانية وهو عبارة عن بضرة عشوائية مناسبة هذه أحد الأمور المرفوضة بشدة في الحماية كما أن الزمن الموجود على الآلة التي لديك وذاته الموجود على جهازي ناقصا أو زائد 100 ميلي ثانية والذي يمكن شن هجوم قوة عمياء عليه مرة أخرى هذا سؤال جيد أيضا حيث لم أقم بعرض مولد أرقام عشوائية آمن من وجهة نظر علم التشفير لذلك تقع طريقة المربع الأوسط هنا في بدايات القرن العشرين لكن حتى اليوم لا يستخدم أي منا طريقة المربع الأوسط وهذا فرع مثير للاهتمال ويمكن جمع هذا النوع من الأسئلة معا لتشكل موضوعا جديدا أريد عرض مثال مثير للاهتمام حول كيفية حدوث ذلك هذا سؤال سامويل حول فيديو تشفير لوحة المرة الواحدة قال ألا يجب أن يقوم الحاسوب باختيار كافة الاحتمالات بسرعة فائقة وطرح تشاك بيترو للسؤال ذاته وقد تكرر هذا السؤال مرات عديدة توجد أسئلة مماثلة تشير إلى الحاجة لعمل مقطع فيديو جديد لذلك قمت بعمل فيديو حول السرية التامة والذي قدم دليلا يؤكد استحالة التغلب على العشوائية في عالم التشفير وبخصوص هذا الفيديو وضع داون تعليقا رائعا كان بمثابة تلخيص للفيديو في جملتين وهذا ما أريد فعله أكثر من ملع هذه الفروع أي طرح الأسئلة وتناول موضوعا جديدا والحصول على هذا النوع من التغذية الراجعة لرؤية ما يمكننا فعله لاحقا أود ميكم الآن طرح أسئلة أسفل هذا الفيديو والذي ستظهر بعد مشاهدة السلسلة بأكملها لا يجب أن تكون الأسئلة عبارة عن تفاصيل محددة متعلقة بأحد مقاطع الفيديو بل أسئلة جديدة يمكنها طرح مواضيع أخرى وما سيكون ممتعا باعتقادي هو أن سؤالك سيتم الإجابة عليه من قبلي ومن قبل الجمهور المتابع لهذه الفيديوهات وبالتالي سنحصل على إجابات عديدة ومن ثم أستطيع جمع فعله هذا الكم من الأسئلة وصنع مسودة أولية حول المزيد من مقاطع الفيديو المتقدمة التي تتناول موضوع محددة تنبثق عن اهتمامات المشاهدين ومن ثم أستطيع جمع فعله هذا الكم من الأسئلة وصنع مسودة أولية حول المزيد من مقاطع الفيديو المتقدمة التي تتناول مواضيع محددة تنبثق عن اهتمامات المشاهدين وأمل أن نتمكن مع الوقت من خلال النقاش الموجود في الأسفل من وضع مجموعة من مقاطع الفيديو الجديدة وللتوضيح فإن هذه عملية مستمرة أي أنها لن تحدث غدا أو خلال الأسبوع المقبل أتمنى أن تحدث في غضون أشهر أو أعوام من الآن يمكننا الاستمرار في تجهيز مقاطع فيديو جديدة بعد هذه السلسلة من الممكن أن تكون حصيلة جهد مشترك بيني وبين المشاهدين وربما بعض سناع مقاطع الفيديو الآخرين كذلك لذلك أخبرنا بماذا تفكر في الأسفل ودعنا نبدأ